موسيقى أرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباه ويرجى الانتباه على هذه الحلقة تحديدا لأنها متعلقة في الجانب الاجتماعي والجانب الوطني كذلك مو بس الاجتماعي ألاحظ أن في كثير من الحالات يجوني آباء وأمهات يبولي أبنائهم اللي بأعمار المراهقة من 15 إلى 18 إلى 20 سنة تقريبا في مرة من المرات يعني واحد رجل محترم وقور كبير شوية ومعها بنتها عمرها يمكن 17 سنة 16 سنة ما عندها إجازة سيارة أقل من 18 يعني فلقيت تعاملها جدا سيء مع أبوها خلال الجلسة بوجودي أنا كشخص غريب المفروض يعني في بعض الميانة بالأسر بس الميانة هذه ما تمارس برا مع الناس الغرب بينكم وبين بعض فهذا لقيتها التعامل مع أبوها بطريقة يعني قلت لها لو سمحتي أنا ما أسمح أن تكلمين أبوك بهذا الأسلوب وبوجودي أنا كيفكم أنت ومع بعض في البيت أنتوا حرين بس بوجودي أنا أنا ما أسمح لهذا الأسلوب يكون عوامي أنا بيوصل له رسالة أن هذا الأسلوب خطأ اجتماعيا وخطأ أخلاقيا أن يمارس أمام الآخرين وكذلك داخل البيت بينكم وبين بعض شدت معي شوية قلت لها لا طبعا في بعض الحالات نحتاج علاجيا أن نحن نشد معهم علشان بس نواعيهم ونخليهم يراجعون أنفسهم في السلوك اللي قاعدين يسوونا فقلت لها لا شدي أنا ما راح أسمح له أني تتكلمين بهذا الأسلوب تبيني نكمل مع بعض لازم تراجعين أسلوبك ما تبين تراجعين أسلوبك توكل على الله وخلاص ما ترجعين لي ثاني مرة لأن شدي ما ينفع هذا الأسلوب معاهم هالنوعية من الشخصيات خاصة المراهقين أنت قاعد تعلمهم أن يراجعون أنفسهم ويقعد يفكر في الموقف اللي صاره هل بالفعل أنا غلطان ولا مو غلطان أنت هني شغلت لها مخة سويت لها برين ستورمينج فطلعت طلعت البنت وقاعدت مع الأب فقال لي ترى هي دائما شدي ما عاي في البيت قلت لها شوف أخوي بنتك مو مريضة بنتك تحتاج إلى تربية وإحنا كمتخصصين نفسانيين أنا خصائي نفسي أنا مو مربي يعني أنا ما راح تهيب لي أحد يحتاج إلى تربية أبوية والدية وتبيني أنا أربي لك يا مو شغلي هذا أنا شغلي إذا كان الإنسان مريض نفسيا بنتك ما تعتبر مريضة شو الحل؟ قلت لها الحل أنك أنت تربيها بساطة شديدة يعني كذلك بياتني واحدة ثانية يعني أم وأبو يوني ومعاهم بنتهم اللي عمرها يمكن بالخمسة عشر بستة عشر سنة كثيرة الخروج من المنزل والتمرد ويعني تمارس سلوكيات مو زيلة سقيرة ومو عارفين شلان يتعاملون معاها ناس محافظين ترى هذول كلهم ليوني ناس محافظين على فكرة أنا شنو أراقب؟ أنا أراقب شخصية الأب والأم وشخصية الأبناء شنو السبب من وجهة نظركم اللي قاعد يخلي الناس يصيرون بهذه الطريقة المراهقين يصيرون بهذه الطريقة اللي ألاحظه طبعا هذول حالتين طبعا كثير غيرهم حالات يعني لا تعد ولا تحصى بس ما يسعفني الوقت أن أقول لكم مجرد قصص بدون ما أذكر لكم شنو سبب هالنوع من الحالات أعطتكم بس حالتين شذيع السريع هذه الحالات ما صارت بين يوم وليلة صارت عن طريق تراكم الزمن ومن هو المخطئ في مثل هذه الحالات المخطئ بنسبة 100% هي الأسرة يرجى الانتباه خلكم معاي بعد هذا الفاصل سأقول لكم ليش الأسرة مخطئة في مثل هذه التصرفات من الأبناء التعليم شيء جبار وشيء مهم وشيء ضروري بكل بلدان العالم والمناهج الدراسية هي العمود الفقري لهذا التعليم بعض الأسر بحسن نية يدخلون أبنائهم إلى مدارس ذات مناهج علمية ممتازة ولكن ذات مناهج تربوية ونفسية واجتماعية مختلفة تماماً عن المجتمع المحلي للدولة أعطيكم مثال دعنا نأخذ مثال المجتمع الأمريكي ترى كل دولة لها دستور في كيفية تطوير الفرد في المجتمع أو في هذه الدولة أن يكون مواطن صالح هذا الهدف النهائي لكل دول العالم اتجاه مواطنينهم أن يظهر هذا الإنسان مواطن صالح طيب هذا عنوان نهائي شلون نحقق هذا العنوان تحته في عندنا خطة إعلامية في عندنا خطة تربوية في عندنا خطة اجتماعية في عندنا خطة تعليمية لتحقيق بالنهاية المواطن الصالح أنا ما أقدر أيب معيار المواطن الصالح في المجتمع الأمريكي وأحطه في المجتمع العربي لأن معيار المواطن الصالح في المجتمع الأمريكي يختلف تماما عن معايير المجتمع العربي اتجاه المواطن الصالح مثلا المواطن الصالح عند العرب المواطن الصالح هو الذي يحترم والديه واحد من معايير المواطن الصالحة المواطن الصالح هو الذي يحترم كبار السن المواطن الصالح هو الذي يحترم بالقوانين الاجتماعية اللي يقهوي باليمين ويمسك الدلة باليسار هذه معيار حق المواطن الصالح المواطن الصالح اللي يقوم يسلم على الآخرين يقوم يوقف على حيله ويسلم وإذا كان هو صغير سن لازم يقوم ويخلي كبير السن يقعد مكانه المواطن الصالح اللي لما يعطيه أبوه بعض الأوامر التربوية المهمة الاجتماعية لازم يسمع كلام هذا الأبو يطبق كلام أبوه ويقوله تم يبه هذا المواطن الصالح بالنسبة للمجتمعات العربية وتحديدا في الخليج العربي إذا مو كل الدول العربية طيب هذه المعايير الأمثلة البسيطة اللي ذكرت لكم إياها هل هي نفس المعايير لدى المجتمع الأمريكي لا تماما مو كذي كلش المجتمع الأمريكي هو مجتمع قائم على الفردية الاندفجوالزم اندفجوالتي يعني فرد يعني إحنا نطور الإنسان بحيث أن يكون عمره فوق الثمانتعش ويصبح إنسان مستقل بذاته لا يحتاج العيش مع أسرته لا يحتاج الاعتماد على هذه الأسرة فبالتالي لازم هو يكون مستقل في ذاته ويتعلم الاعتماد على النفس ويتعلم العمل ويتعلم الانجاز والتطوير عشان يدفع لنا الضرائب وعشان يروح يعني يسوي له نواة جديدة من المجتمع اللي هي أسرة خاصة فيه وهو وهكذا وكلها هو وبناء على ذلك لازم هنا يتعلمون الخصوصية والاحترام الحدود بينه وبين الآخرين مهما كانت صلة القرابة بينه وبين الآخرين بعض الأسر لما تدخل أبنائهم مناهج أمريكية أو غيرها من المناهج أنا ما أقول كل المدارس ترى نهائيا بس بعض المدارس كذلك يمكن بحسن نية هي تدرس الأبناء المنهج العلمي الغربي بالإضافة إلى المنهج التربوي الغربي وهنه يكمن الخطأ فأنت دخلت ولدك مدرسة غربية ذات منهج غربي أجنبي أمريكي ومناهجهم كعلوم ورياضيات والدراسة نفسها ممتازة جدا ولكن اجتماعيا مو زينة بالنسبة حق مجتمعنا فأنت ريال محافظة أنت مرأة محافظة أنت وأسرة محافظة زينة تبعون تعلمون عيالكم بطريقة ممتازة أوكي بعد صار عمره 15-16-17 سنة قرب إلى عمره 18 بالنسبة حق الأمريكان هذا العمر اللي يجب أن يستقل بذاته فهني بدأت تطلع عنده علامات الاستقلالية بالذات وأصبح يتمرد عليك أنت كأب أو عليك كأم لمتين حق بنتك وتقول لها لبسك معاجبني أو مكياجك معاجبني لمتين حق ولدك وتقول لها أنا ما أسمح لك أنك أنت تتأخر عن البيت بعد الساعة 9 أبيك تروح معي المسيد أبيك تقعد معي وتوجب عمامك وتوجب خوالك وتقعد بالعزيمة يقول لك يا عمي أنا مفاضي حق هذا السوال هذا مو مرض نفسي هذا لا علاقة في تراكمات تربوية وهو اكتسبها من منهج تربوي لا يتناسب مع عاداتك وتقاليدك أنت من الذي يدخل هذا المنهج حضرتك مو الدولة خذتها وقالت لها روح إلى هذه المدرسة لا يا حبيبي أنت اللي دخلت حق هذه المدرسة بعض الأسر يدخل لأن هذه المدرسة سمعتها زينة وكشخة نحن بعيالنا يصيرون كشخة والنتيجة قتيني وتقول لي ولدي ولا بنتي متمردين علي شوف 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 لبس بنتي شوف شون لابسة وشوف شكلي أنا شوف أمها شون لابسة طبعا لأنك أنت دخلتها مدرسة تقول لها هذه المدرسة أو المنهج الاجتماعي التربوي يقول لها ما حدناها الحق أن يتدخل في ملبسك ما حدناها الحق أن يتدخل في وقت خروجك ووقت دخولك إلى المنزل لأنهم قاعدين هيئون حسب مجتمعهم يعني هو مو غلط هناك هو مو غلط وهو صح بالأنتروبولوجيا يقول لك لا يوجد مجتمع صحيح ومجتمع خاطئ لا يوجد ثقافة صحيحة أو ثقافة خاطئة كل ثقافة صحيحة وفي مجتمع فأنت ما يصير تلبس قطرة عقاضة وتنسف السبعة وتتمشى بالمثلا مايامي بيتش يتحكون عليك أنت خطأ هناك لكن هنا أنت صح كذلك لا يوجد أحد يلبس لك شورت لفوق الركبة ونص الفخذ ريال وفنيلة علاق وشي يتمشى معك يتمشى مثلا بأحد المولاد في الكويت أو بالسالمية بشارع سالم المبارك سيصبح شكله غلط هنا بينما هناك هو شكله صح فهو صح وفي ثقافتهم خطأ وفق ثقافتنا لذلك لازم نحافظ على المحافظة على الهوية الوطنية والهوية المحلية هي جزء أساسي منها في الدراسة في المدرسة لأن الطفل يكون قاعد في المدرسة أكثر من نص يومه هو قاعد مع أفراد المدرسة والمدرسين والمدرسات والزملاء أو زميلاتها فهنا أكثر مدة زمنية يتعلمون فيها معلومات ويقعدين يكتسبون فيها خبرات بعد 15 سنة بعد 17 سنة بعد 18 سنة هذا الرجل أو هذه المرأة تعلمت على الاستقلالية تعالي أنا أخذ منك تليفونك لا أسمح لك تأخذين تليفوني أنا لا أسمح لك أنك أنت تأخذ تليفوني يبقى آسف تعالي دعنا نذهب مواجيب نذهب مثلا يدك في المستشفى ولا بنزور عمك ولا أبوك عندنا عرص آه ما نفعل حق السؤال إيه أنت اللي علمت شذي أنت اللي دخلت للمدرسة تعلمه هذا الأسلوب ما يقولوا إلا روح تطول صانك على أبوك أو تطول صانك على أمك ما يعلمون الاستقلالية ولكن هو كيف يترجم هذه الاستقلالية عن طريق التمادي على الناس اللي يبون يضغطون عليها فإذا بنطلع جيل محافظ على العادات والتقاليد يعني بعض بعض الناس أصبحت الهوية الشخصية عندهم مضروبة يعني ما تعرف هذا كويتي ولا مو كويتي شخصيتها ما يشلون تحسها ضائعة تودي أمريكا مو أمريكي تيبا لكويت مو كويتي تودي لندن مو بريطاني هذا شنو بالضبط وأصبحت لكنة لكويتيين لكويتيين وكأنه ليس من هذا البلد ليش لأنه اكتسب معلومات تعلمها قد يكون معلومات ممتازة لكيفية النقد لكيفية تحليلية نقدية كيفية التفكير النقدي والتفكير التحليلي هذا ممتاز من أجل تطوير الذات وتطوير الآخرين وتطوير المجتمع اللي هو فيه اللي راح يتخرج ويشتغل ويعمل في هذا المجتمع مو غلط شدي ولكن أصبح من الناحية الاجتماعية ما عند الفخر في الانتماء إلى هذه الأسرة أو إلى هذه الدولة أو إلى هذه المنطقة أو إلى هذه القبيلة وإلى آخره من الانتماءات الداخلية والانتماء الكبير الذي هو الوطني طيب شنو الحل شنو الحل الحل أن أنا أسوي توازن أني أنا بالإضافة إلى الزواج ترى على فكرة إييني يعني إييني واحد اجتماعيا ما يتناسب مع الإنسان الذي يتزوجها اجتماعيا وفق عداتنا وتقاليدنا هذا شيء ما نقدر ننكره ما يتناسبون مع بعض اجتماعيا فلا تييني يعقب 15 سنة أو 16 سنة أو 20 سنة تقول صلح للولد ما يتصلح يعني يتصلح تربويا مو نفسيا ما في مرض نفسي لو في مرض نفسي أوكي نشتغل على المرض النفسي ونعالج المرض النفسي ولكن العادات الأخلاقية اللي يمارسها هذا المراهق لا نستطيع إصلاحها فيرجى الانتباح الله يخليكم نعطيكم العافية اشتركوا في القناة